يعني احنا لسه فقرتنا رياضية مكملة معاك وكلامنا عن الرياضة ما قلصتش وحالة فرحة كبيرة جدا بعيشة جماهية النادي الاهلي وده بعد فوز الاهلي على جرمهية كيني بنتيجة 3-0 في أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا هزيني نتعرف على تفاصيل المباراة ازاي قدر كولور يلغط على الفريق الكيني وينجح في الفوز خارج أرضو لكن في تفاصيل كتير قوي يا محمد حوالين المباراة دي تحديدا فوز طبعا كبير جدا ومستحق للنادي الاهلي بعد فوز الاهلي كمان على جمهية الكيني كمان المصري خسر من الهلال الليبي 3-2 خارج أرضو ممكن دي تعتبر نتيجة كويسة إلى حد ما هنعرف تفاصيل أكتر مع الناقد والمعلق الرياضي اللي بشرفنا وبينوارنا دايما في صباح الخير يا مصر يا أستاذ محمد عفيفي صباح الفل عليك محمد صباح الخير صباح الخير جمعان هنم صباح الخير دكتور محمد صباح الخير على كل المشاهدين صباح الخير يا مصر أينما كانوا وكل عام وكل الأمم الإسلامية بألف خير وسعادة أربع صباح الخير فوز الاهلي على جمهية الكيني 3-0 نتيجة قوية الأول مرة فريق ده يعني الأهلي كسبوا خارج أرضو بالنتيجة الكبيرة دي 3-0 في تاريخ اللقاءات اللي جمعت ما بين الأهلي وجمهية الكيني صحيح وأي فريق مصري لم يفوز على هذا الفريق بهذه النتيجة في كينيا هناك في نايروبي العصمة الكينية لأنه الأهلي قد ما معاش فعله أن يفوز الأهلي بلعب بواقعية الأهلي بلعب بذكاء مرسل كولر مع فريق العمل مش بس مرسل كولر كل الجهاز الفاني الموجود في النادي الأهلي بيدير هذه الوضعية أو هذا التوقيت من الموسم بشكل ذكي أوي فكرة أنه تلاحهم المواسم وإزاي أهيأ اللعبين ما بعد راحة ما كانتش سلبية كبيرة ولكن أنت هيأت اللعبين ذهنيا بدنيا بالشكل اللي لما ترجع لأول مبرارة رسمية ترجع بشكل تقيل بشكل قوي بشكل فنيا مع سكاوتنج على الفريق الغريم تقدر أن أنت تكون موجود بتقلع على الأرض الملعب وتفوز بدون اندفاع هجومي لأنه الأهلي مع مرسل كولر كان في بعض الأوقات في البطلات الأفريقية بيندفع كثيرا حتى أن وصل لمواجهة فرق كان بيعاني أمامها ومن ثم العقلية بتاعت مرسل كولر وتطورها مع خبرات القرى الإفريقية والمشاركة في المباريات الكثيرة ووضع عنده نقاط أنه ألعب وقعية وباهتمام ومش لي فرص أكبر لفريق ممكن يكونش عنده إمكانيات كبيرة فتتراجع بشكل أو بآخر زي برمز على سبيل المثال في مباراته في دوري أبطال الأفريقية هناك في هذا الدور أيضا التمهيدي لكن الأهلي لعب بالشكل المدروس المحسوب مع قوة اللعبين الموجودين والحفاظ على القوام الأساسي بما فيهم إمام عشور ومروان عطية وأكرم توفيق الثلاثة اللي كان في نص الملعب اللي كان عامل مؤثر في حالة التوازن سواء كان الدفاع والدعم أو الهجومي والقوام الأساسي مع وجود لعب واحد فقط من الأربعة اللي تم ضمهم يحيي عطية الله اللي خد دور علي معلول في الجهة اليسرى هذا الدولة المغربي فتأقل أو مخلش بغياب علي معلول عن قوام أساسي من الناد الأهلي فكان الأهلي بيه الفوز عن قدرة وأضعها الكثير عكس مثلا الناد الزمالك اللي كان في كينيا أيضا لكن ما قدمش مستوى كبير بس تفاز بالخبرات لكن فيه نقاط تفرق ما بين تقل هنا ووضع فيه دي بقى نقطة مهمة يا محمد هقول لك لي لأنه زي ما أنت كنت تتكلم فكرة أنه تتكلمت على مثال كولر والأهلي أنه هو فاز عن طريق استراتيجي أو عن طريق خطة موجودة ومدروسة فما سب نهيش للحظ في الآخر طبعا الكرة في الآخر برضو فيها جزء كبير جدا من التوفيق أو عدم التوفيق ولكن فيه فرق بين فريق حاطة خطة أو فريق زي ما أنت قلت بيكسب عن طريق الخبرات أو بيعتمد على وجود الفرص اللي بتكون موجودة في المباراة وبكل تأكيد زمالك نادي كبير جدا وفريق كبير جدا ونتمنى طبعا أن احنا كمان نشوفه في أحسن حالته لكن بالرجوع للأهلي وستراتيجية الأهلي ومارسل كولر اتكلمت عن أليات الاختلاف بس مع احترام أليات الاختلاف دي واحترام الظروف كمان المحيطة بالمباراة من الجو وأنهم لعبوا في وقت الدهر أو وقت العصر وجود جو صعب وجود استفزاز بين الفريق المقابل وتصريحات ومؤتمر صحة في أن ما فيش فريق مصري قدر يكسبهم على أرضهم مع وجود الاستفزازات اللي احنا بنشوفها دي لطبع وجودة برضو على طول في الكورة يعني ايه الاختلاف؟ ايه اللي وصل خلينا نقول الأهلي لهذه المرحلة من النوت جي مارسل كولر موجود من فترة اللعيبة موجودة من فترة ايه اللي حصل؟ حضرتك قلتيها النضج الصلابة الذهنية فكرة أنه التصريحات اللي بتخرج من فريق عارف كويس قوي أنه هو أقل من النادي الأهلي فبيلعب على فكرة الخطفة الذهنية بالنسبة للعبين أنا بس أخوفكم على الأرض ملاب ده ما يحصلش مع النادي الأهلي صعب جدا ده بيستفز بالإجاب للنادي الأهلي اللي اللي عنده الصلابة الذهنية فكرة أنه العبي وجهازه الفاني عارفين كويس قوي بثقة احنا هنكمل مشوارنا ازاي والعين على اللقب بس استيب واستيب ما بيقولش أنا عيني على اللقب وما بياخدش كل حطة حتى وإن كان ذهاب دور تمهيدي المفروض النادي الأهلي ما عاديه هو قاعد في القاهرة يعني مفيش مشاكل بالنسبة له لكن قد احترام لجرمهية على أرضه حضور جماهيري ولكن مش المباراة بذكاء فكرة التأسيمة للمباراة 4-3-3 كانت هي الأنسب بالنسبة لأ هذه المباراة ملعبش 4-2-3-1 مثلا وحطم محمد مجدي أفشا وعمل زخم هجومي لا بدأ تقريبا هزيمة سانداونز اللي هي 2-5 اللي كانت فيه بريتوريا غيرت من عقلية مرسيل كولر في إدارة المباراة خارج الديار عشان نبقى واقعين حتى وإن كان فريق أقل من النادي الأهل لكن يحترمه يثبته بالأحرى كرويا على أرض الملعب ثم ما بعد ذلك ينقض يبدأ يستفزه هو على أرض الملعب بحيث أنه يخرج عن قواعده هي تأسيمة للمباراة مع جودة لعبين وزي ما قلت فكرة القوام الأساسي الحفاظ على القوام الأساسي يعني لما خرج محمد عبد المنعم اتقيل خرج جئ أتقل منه عشان الأوقعين ولما خرج أفاد النادي الأهلي ما خلش بالنادي يعني لما بنتكلم عن الزمالك مثلا وخرج زيزو ممكن يبقى فيه قصور هجومي جبار والزمالك ما يستحملوش بينما محمد عبد المنعم خرج جي ما كانوا أشرف داري دولي مغربي شفنا تألق مع المتخب المغربي جي ما كانوا يحيى عطاية الله أو علي معلول غاب جي ما كانوا يحيى عطاية الله فالاختيار والعين حتى الأهلي ما اندفعش في فكرة أنه في الصفقة المناسبة يحيى عطاية الله محمد دادي أول مشاركة لي المحترف المغربي في صفوف الأهلي شفت أداءه فديا إزاي يحيى عطاية الله وهو يعني من اللعيبة التقال ومحترف مغربي وكمان هنشوف الفترة اللي جاية لعيبة تانين وصفقات تانية كمان بتنضم الصفوف النادي الأهلي صحيح أنا كنت أقول أنه الأهلي ما اندفعش فكرة أنه يضم مهاجم أفريقيا كالعادة يعني في أي فترة انتقالية ما بين فترة انتقالات الصيف أو الشتاء كان الأهلي دايما يقولك أو أي فريق مصري يقول أنا عايز مهاجم أفريقيا أنا عايز مهاجم سوبر وما يجيبش السوبر زي مودست اللي احنا كلمنا عنه كان قصة سيئة في تاريخ النادي الأهلي والمحترفين اللي جاءوا إلى مصر لكن وسام أبو علي هذا الدولي الفلسطيني بيقدم يشفع له طب ليه ما نستغلش أماكن أخرى تتقل نادا بالأهلي يتقل بش نازم بس خط الهجوم يعني بش نازم مهاجم بما فيها زي محراك قلت يحيي عطية الله ما أقدرش يحكم على أداءه مع نادل آلي لكن مع الفوز والحالة العامة اللي قدمها نادل آلي لا طبعا قدم يشفع له أن يكون متوجد نادل آلي دول مغربي وبطل إفريقيا والدولي المغربي مع المتخب الأول ووصول في كأس العالم لا عنده يعني عامل مؤثر في تشكيلة نادل آلي وكنت دائما أكلم عن برامز مثلا عنده عين خبيرة في إيجاد المحترفين من أفضل فرق في مصر إن لم يكن أفضلها على الإطلاق في السنوات الأخيرة في جلب المحترفين نفسه ما إلي ده كان بينافس على جائزة أفضل لعب دخل الكارة الإفريقية وبرسي ده وخدها منه من سنتين وكل اللعبين اللي موجودين في تشكيلة برامز الحياة المحترفين تحديدا الأهلي لا بدأ يعمل كده لأنه بعد عن مهاجم سوبر مهاجم سوبر شكل كلاسيكي لجلب الصفقات لكن أنا عايز علي معلول خلاص في وقت من الوقت هينتهي مش هينتهي يعني أقصد أنه هينتهي فنيا مع نادل آلي لما تجيب تجيب تقيل فجاب يا حياة عطية الله ده نجاح وما كانش حاصل في سنوات ماضية مع نادل آلي في جلب اللعبين لكن برضو في الأساس الحفاظ على القوام الأساسي اللي عمين أصحاب الخبرات اللي حققوا لقبين متتاليين أكتر من لقب كمان في القارة الأفريقية على المستوى دوري الأبطال البطولة الأهم ومن ثم واستقرار مرسل كولر وده مهم جدا أنه الراجل ده مستقر وإدارة نادل آلي قوة إدارة نادل آلي المادية والإدارة بشكل عام فكرة إدارة الموقف إدارة الأزمة إدارة النجاحات حتى لأنه النجاحات لما بتبقى التير ممكن تبقى تنقالب بالأحرى يعني سنة اتنين وخلاص دوري اتنين دوري نادل زمالك وبعد ذلك بيعاني مش عارف يجيب مركز أول أو تاني حتى في الدورة علشان يشارك في دورة أبطال الأفريقية هي فكرة في المنهج وفكرة التعامل بمنهجية ومؤسسية ده سر نجاحه النادي الأهلي وصر قوته طيب بما أنك ذكرت بيرسيتاو بيرسيتاو كان فيه بعض الكلام عنه خلاص مش هيكمل مع النادي أهلي بقى أن احنا مبارح شفنا أداء قوي جدا ليرسيتاو شايف أنه هيكمل مع الأهلي ولا لا هيكمل مع النادي الأهلي الأهلي بيحافظ على نجومه والكلام الكبير الكتير اللي تقالها هي فكرة بس أنه هل هيلاقي مكانه ولا لا التفكير في ممكن يبقى فيه بعض اللعبين العناصر الممكن تكون موجودة في مكانه كجناح وهو عايز يلعب وعايز يلعب مع المتخب الجنوب أفريقي ولكن مع تقلوق الموسم الماضي مع ناد الأهلي والفترة الأخيرة العين عليه فكرة الجلب لهذا اللعب من خارج مصر لكن اللعب وقدرة ناد الأهلي بتدير أمور برسيتاه بشكل ذاكي جدا وأفتكر أنه مشاركته أفريقيا مع ناد الأهلي في هذه المباراة تسجيله له هدفين يعطينا دلالة على أنه مستمر مع ناد الأهلي ومهم مع ناد الأهلي حتى في وجود حسين الشحات حتى في وجود طهر محمد طهر بن نزول حتى في وجود اللعبين كهرباء حتى مصير كهرباء مستقر ومستمر وعدل من أوضاعه حتى فيه فكرة التعامل مع مرسيل كولر طول ما هو هادي ومركز في الملعب طول ما هو موجود مع نايد الأهلي وهياخد ثقة وعين مرسيل كولر وأفتكر أنه مستمر ومستقر ومشاركته بالأمس أفتكر ما كان وسام أبو علي فيه المباراة تعطين الدلال لأنه مش يكون رقم واحد في الهجوم عشان نبقى وقعين لأنه وسام أبو علي جاء في يناير أو خد مباراة قليلة جداً ما بعد أنتقلات الشتاء الأخيرة ولكن خد هداف الدوري فمهاجم تقيل فحجز مقعده بس احنا محتاجين محمد بن عزز خط الهجوم أكتر يعني إلى جانب وسام أبو علي اللي قد ماتش بهايل جداً وممتاز هل احنا محتاجين نعزز خط الهجوم مبارح شفنا نتيجة كبيرة 3-0 شفنا ضغط هجومي من أول دقيقة لكن السؤال هل احنا محتاجين أكتر لسه قدامنا ماتشات كتير فريق زي نادي الأهلي باستراتيجية الكاس العالم للأندية بشكل جديد اللي هيكون في الولايات المتحدة الأمريكية مش بس كاس العالم للأندية بشكل جديد كاس العالم للأندية بشكل قديم اللي هيشارك في نادي الأهلي برضو اللي هو أصبح بسبع فرق كاس العالم للقرارات للأندية اللي هيشارك فيها أيضاً نادي الأهلي سوبر إفريقيا أمام الزمالك سوبر مصري الرباعي اللي هيكون موجود سواء داخل مصر أو خارج مصر للأربع فرق إذا يكون مشاركة مع الدوري مع كاس طبعاً أنت محتاج لسكواد علشان تقدر أن تعمل روتيشن وكلهم يكونوا في يعني درس بيكمل تروس عشان تشغل أفتكر ولكن هجومياً لغاية لوقت ما فيش كلام كبير أفتكر أنه نادل أهلي لو فكر في لعب تقيل أفريقي ولكن صغير السن يستفيد منه للمستقبل لأنه قهربا موجود قهربا مش مهاجم أساسي صحيح ممكن نلعب جناح أو كده ولكن بشكل عالم أنت لو عايز تجيب مهاجم ما تجيبوش تقيل لأنه لو تقيل ونجم كبير هيزعل فيزعلك فيخلي دكتة البدناء مش مرتاحة وهو ما بشاركش فأنت جيب حد عنده الطموح وقرى الأفريقية مليانة وفي مصر مليانة يعني بس جيب حد للمستقبل وفي نفس الوقت يكون تقيل لو احتكته في أي وقت لقدر لأ إصابات أو تعداد تحديداً في المشاركات العالمية أو الدولية أو القرية يكون بيسد حتى وإن لم يكون مثلاً كهرباء على الوضعية الفنية المناسبة اللي هي تاخد الوضعية الأساسية في تشكلة الندل آلي خلف أسامة أبو علي أنا وقدر يندمج كمان مع الفريق نفسه لأنه لو جبت فعلاً النجم زي ما أنت بتتكلم مش ممكن معرفش يتعامل أساساً بالذات ممكن معرفش يتعامل أساساً طيب سريعاً خلينا نروح لمباراة المصري برغم من خسارة المصري لأنه النتيجة ما تعتبرش وحش قوي لأنه الخسارة 3-2 الفريق الهلال ليبي وخارج أرضه كمان خارج أرض المصري فتعتبر نتيجة مش وحشة صحيح ملعب صعب أرضية نجيل صناعي جمهور قريبة من الملعب بشكل عام علي ماهر قدر المباراة بذكاء لكن في أخطاء دفعية وأخطاء دفعية كبيرة يعني بيستقبل أهداف قد تكون سهلة بالنسبة للدفاع أنه يتعامل معها في المجمل تقلق صلاح محصن سجل هدفين دغموم هذا الجزائري كان بيقدم مباراة بشكل كبير جدا حتى محمد الشامي اللي هو الدولي اللي واخد ثقة وعين حسام حسن في المنتخب الوطني برضو صنع الهدف التاني سجل هدفين الهدف حالة تعايده لخارج الديار بهدفين احنا مش زي أوروبا احنا ليسا مزلنا في النظام القديم كلاسيكي يعني لكن في المجمل مباراة أفريقية شمال أفريقيا ديربيات تقيلة جدا المصر عنده الخبرات والقدرات انه فيه مواجهة الأحد اللي قادم بإذن الله انه يعود هذا الهدف هو محتاج الهدف وحيد علشان يتأهل لكن زي عالي الاختاء الدفاعية عنده فرصة عنده فرصة كبيرة طبعا والمصري ما شاركش كمان في الدورة تاميدي الأول وعنده ثقل ثقل في البطلات الأفريقية وعلي ماهر كمان شارك أفريقيا حتى مع فيوتشر لما كان على الرأس للدارة الفنية واتقل واستوى فنيا علي ماهر بس برضو لازم يحافظ على دفاعه لأنه خط وسط ودفاع وبرضو عشان نبقى وقعين برضو لازم ندي باستثناء الأهلي لازم ندي كل الفرق لعذر أنه ما كانش فيه راحة سلبية ما كانش فيه استعداد قوي لبداية موسم جديد فكل متلحم فبعض اللعبين أصلا ذهنين خارجين على إطار الملعب شكرا جزيلا محمد عفيفي الناقد المعلق الرياضي على التحليل الوافد لماتش المصري أو ماتش الأهلي على جمهية الكيني نورتنا وشرفتنا وصباح الخير علي صباح الخير شكرا يا محمد